عن السرية في العمل يعني السرية في العمل كانت هناك أو كان هناك تعتيم بالكامل على عمل الطاقة الذرية ما حد يعرف كثير من العراقين ما يعرفون شنوش دانسوا قنبلة لول مفاعل لأغراف سلمية حتى يكاد يكون الناس اللي يشتغلون بهاي المؤسسة ما حد يعرفهم السرية كانت بتقديري كعامل في الطاقة الذرية كانت على شكلين الأولى ورح تشوف قد تتعجب الساد جلال أحياناً أكو أقسام معينة في الطاقة الذرية ومشاريعها ما تعرف القسم اللي جنبهاش ليسوي هم عليهم بما يدور بقسمهم طبعاً على المستوى الوظيفي كلما تصعد أنت بالمستوى الوظيفي كلما الشخص يبدي يكون مطلع أكثر على الحلقات التي تربط المشاريع أو الأقسام ببعضها نحسي عن الدوائر العراقية الأخرى وسواء كانت في وزارة الصناعة أو النفط أو التصنيع العسكري هذول لا يعرفون أيشه بالطاقة الذرية بس نحن بالنسبة لأننا كنا نعرف أيشه يدور بالمشاريع الأخرى لأن قسمنا كانت تعمل لخدمتنا بدون ما يعرفون أن هذه هي القطعة التي تصنع هي للطاقة الذرية يعني أكون مشاركة بالتصنيع العسكري كانت رواتبها تدفع من موازنة أو ميزانية للطاقة الذرية هو السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ موثنى لماذا هذه السرية؟ لماذا هذا التشيكينج الأمني؟ لماذا هذه الإحاطة التعتيم؟ ليش يعني؟ استعينوا على قضاء وحوايجكم بالكتمان فأنه كل دينامة محسود أنا أعتقد السرية أو إحاطة المشروع هل كان هناك مشروع دفين؟ مشروع سري؟ مشروع الدولة لا تريد أحد يعرف به لا هي يعني هذا أجعبك عليها لاحقا بس الحكومة العراقية أو الدولة العراقية استوردت مفاعل نووي لأغراض الأبحاث والأعمال السلمية تمام وهذا موجود عند أغلب دول العالم صحيح تم استهدافه وتدميره من قبل إسرائيل فلما ردنا نروح على تطوير منشآتنا النووية لازم تشتغل بسرية حتى على الأقل تمنعها من الاستهداف وكانت في أكثر من عفوا سيد جلال أدنا أكثر من موقع ليس موقع التواثة والمشاريع كانت متصلة ببعض نحن نبدأ من بادوش بالموصل مرورا بالشرقات وننتهي في جنوب شرق بغداد أي ولكن قبل أن يستهدف من قبل إسرائيل وقبل أن يدمر أيضا كانت هناك سرية يعني كان محاطة العمل بسرية أعتقد هذا كان نهج الحكومة العراقية نعم يعني أكو ناس اشتغلت بالحبانية اللي هو منتج سياحي وكان أكون نوع من السرية والتحوط الأمني لا حد ما تنفيذ مطار اللي كان يسمى سابقا مطار صدام الدولي وبعدها صار اسمها مطار بغداد أقصد توسعات مطار بغداد نفذتها شركة ايغفود فاغي فرنسية أيضا كانوا يحاط بالسرية الموظفين اللي يشتغلون به عليهم تشيك أمني ويمكن الجهد اللي يشتغل بالقسم الفلاني القسم الآخر ما يعربي أعتقد هذا كان نهج دولة يعني أتريد تنفيه أنه ما كانت تكون نواية لصنع القنبلة الذرية يعني القسم اللي حامل اللي أنا اشتغلت به هو ليس قسم تشغيلي يعني لمفاعلات نحن نعتبر قسم انتاجي خدمي للأقسام الفيزيوية فأعتقد هذا السؤال يفترض يجاوبون عليه الناس الاختصاصين من أساتذتنا وتكاترتنا الفيزيويين والكيميائيين اللي كانوا في المنشآت المتخصصة ترجمة نانسي قنقر اشتركواucksجر اشتركوا في القناة